الشيخ القيمة العلمية لكتاب التوحيد ما القيمة لها قيمته من قيمة التوحيد قلنا إن التوحيد هو رأس العلوم طيب وهو صدر الشريعة وهو أساس الأعمال لا تصلح الأعمال إلا بالتوحيد فمن عمل عملا أشرك فيه فالله غني عنه وعن شركه ولا يقبله الله عز وجل فهو أساس الأعمال ولا عمل يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجهه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا هو موضوع كتاب التوحيد موضوعه الدعوة للتوحيد وبيان التوحيد والنهي عن الشرك وبيان ما هو الشرك الأكبر والأصغر وبيان ما يكمل التوحيد وجوبا أو يكمله استحبابا وبيان ما يؤثر على التوحيد من البدع والمحدثات هذا موضوع هذا الكتاب العظيم فهو كتاب خالص للتوحيد ومكملاته الواجبة والمستحبة والنهي عن الشرك وأسبابه ووسائله فهو كتاب يجمع هذه المعاني العظيمة ولذلك كتب الله له البقاء والاشتهار والنفع العظيم عاشت عليه أمم وانتفعت به يعود أجرها إن شاء الله إلى هذا الإمام المجدد رحمه الله